كيف يمكن لنا كمسلمين أن نربط هذا الرصيد الأخلاق الإسلامي والروحي والأخلاقي والحضاري كذلك أن نربطه بالواقع ينبغي أن نعترف بأن المسلمين الآن يمرون بتأخر على مختلف المستويات حتى على المستوى الأخلاقي المستوى الأخلاقي المسلمون يعانون الآن فيما يتعلق بالأخلاق لأنهم ابتعدوا عن القرآن الكريم وعن الهدي النبوي حتى مسألة هذا اليمين المتطرف أو العدالي للإسلام هي مسألة كما أشرت هي صناعة إعلامية هناك تضخيم إعلامي هناك نفخ بما أسميه أنا ما أطلق عليه نفخ بالبروباخاندا أو بمضخة البروباخاندا والدعاية هناك نفخ كبير لأن الواقع الشيء آخر هناك الكثير من الناس عندما يحدث أي شيء يتوصلون معهم يقولون كيف حالكم أنهم يتخوفون أو يخافون علينا ولكن أن أمور كلها عادية ما فيش أي مشكلة نحن نعيش حياة عادية في التعليم في المدارس وغير ذلك هناك فئة هي قلة قليلة هذه تحاول ما أمكن أن تنغس حياة المسلمين ليس حياة المسلمين فقط وإنما حياة المجتمع التعددي حياة هذا المجتمع التعددي نحن رأينا قبل البارحة فقط الانتخابات الفرنسية ماكرون مثلا ولو أنه علمان يقوح وأنه أصدر الكثير من القرارات ضد المسلمين ومع ذلك فأنه يعرف أهمية وحقيقة المسلمين وقيمتهم بل تشير بعض التقارير لأن سبب نجاحه يعود إلى تصويت المسلمين والأسيام المغاربة والعرب عليه لذلك فهو نجح في الانتخابات وكانت ضربة لليمين المتطرف فنحن دائما هذا الغرب متنوع مثلا كيف الآن كيف نقارن بين ماكرون ومثلا ماري لؤلوبا المحسوبة على اليمين المتطرف كيف كباحثين ينبغي أن ندقق هذه الأمور هناك طيارات متنوعة مثلا طيار الذي يمثله مثلا رئيس ماكرون يمكن أن تتحاور معه بدون أي مشكلة ويقول هناك أمور كثيرة ضد أمور كثيرة التي هي من قوسين تبدو إسلامية لكن تستطيع أن تجلس معه تناقش معه تتفاوض معه لكن هناك مثلا طيارات أخرى من بينها الطيار مثلا يمين المتطرف لا يمنحك الفرصة لهذه الأمور أنه يغلق أمامك جميع الأبواب ولا يمنحك هذه الفرصة إذن نظرتنا إلى الغرب ينبغي أن تكون نظرة دقيقة موضوعية ثم هذه مسألة الأولى مسألة أخرى وعيد الحديث عنها لتأكيدها وهي أنه الخلل عندنا الآن في الإسلام ليس في الإسلام وإنما لدى المسلمين بصفة عما هو أننا لم نعد نستطيع أن نربط مثلا هذا الرصيد الإسلامي من وحي والسنة وغير ذلك بالواقع هناك خلل خلل في الواقع نحن نتحدث دائما عن الإسلام كدين للسلم للتسامح وغير ذلك في الغرب هذا لا يكفي الغرب هو غرب مادي غرب عملي غرب يتعامل مع القضايا بشكل محسوس ومشهود هو ينظر إلى الواقع أنت عندما تقول له مثلا الإسلام هو دين السلم وسلام الإسلام مثلا يدعو إلى السلم فنحن نقول السلام عليكم كتحية ندعو لك بالسلم وغير ذلك فهو لا يؤمن بهذه الأمور النظرية وماذا يقول لك؟ يقول لك لكن أنا أرى الحروب أينما نظرت على خارطة العالم العربي والإسلامي أنا مثلا أنظر إلى سلوك المسلمين حتى الدعوة إلى الإسلام تبدأ من السلوك وليس أن تخرج إلى الشارع وتمنح الكتب للناس وتذهب إلى الحانات لتدعو الناس إلى الإسلام الدعوة تبدأ من سلوكك من تعاملك فهنا الخلل لدى الكثير من المسلمين هنا ليس فقط في الغرب وإنما بصفة عامة الإسلام في العالم الآن هذه من بين الأزمات التي يعيشها المسلمون للأسف الشديد هناك الكثير من الأسباب التي تغذي صعود اليمين المتطرف أنا في هذا الواقع أنا دائما حتى في بلجيكا أقول أن مثلا ربما في الانتخابات الأخرى سوف يفوز اليمين المتطرف سوف هو الذي ربما سوف يحكم البلاد إن كثير من التوقعات تشير إلى ذلك كثير من المعطيات الآن تشير إلى ذلك ربما فشل الحكومة الحالية هناك غلاء هناك ظرائب تصاعد صاروخي في الظرائب مثلا في بلجيكا هناك خصومات من الرواتف فهذه كلها تساعد اليمين المتطرف على أن يصعد نجمه وعلى أن يزحف في مثلا في السياق البلجيكي وحط له رادي وغيره من السياقات أوكي نعم لكن السؤال الأهم هو ماذا بعد ذلك لنفترض أن اليمين المتطرف أنه فاز بالانتخابات ونجح وأصبح هو الذي مثلا يقود البلاد لكن ماذا بعد ذلك لأن المسائل ليست بهذه السهولة نحن نعيش الآن في عالم آخر متغير في عالم تعددين في عالم تتقاطع وتتداخل فيها المصالح الإسلام كما قلت هو ورقة أساسية هو عنصر جوهري سواء في الغرب أو في العالم لا يمكن لك أن تلغي حوالي مليارين من المسلمين في العالم لا يمكن لك والإسلام في تصاعد حتى المسلمون أن المسلمون لا يشكلون مثلا وحدة متماسكة لكن عندما ننظر مثلا على المستوى الاقتصادي أن نجد لهم حضور على المستوى الاقتصادي هناك إسهام اقتصادي كبير للمسلمين سواء في الغرب أو خارج الغرب هناك حاجة من الغرب إلى المسلمين كان المهدي المنجرة رحمه الله كان تساءل في أحد كتبه قال بأن الغرب في عام 2025 سوف يحتاج إلى حوالي 200 مليون يد عاملة هذا الغرب أين سوف يجد هذه اليد العاملة؟ أين سوف يجدها؟ لأن المجتمعات الغربية نسيما في أوروبا أنها مجتمعات تشيخ الآن أنها تشيخ وحتى عندما ننظر إلى إحصائيات الموالد نجد أغلبها أنها أنها لشرائح أجنبية ومنهم المسلمون الذين يمثلون حصة الأسد هنا نسيما في البلدان أوروبا الغربية إذن من أين سوف يأتون بهذه اليد العاملة؟ إذن فهم في حاجة إلى المسلمين وإلى الأجيال المسلمة الصاعدة لخلق دينامية اقتصادية وسوسيوثقافية وغير ذلك الأمور ينبغي أن نكون واقعين هذا اليمين المتطرف عندما ينجح سوف يصطدم بالكثير من التحديات سوف لن يغير القوانين هكذا لأنه يحتاج حتى في العالم العربي والإسلامي يحتاج إلى معاملات سياسية واقتصادية وديبلوماسية مع العالم العربي والإسلامي مثلاً أشير فقط إلى هولندا هولندا مثلاً لديها آلاف الشركات آلاف الشركات التي تدر عليها الملايير أن هذه الشركات أنها تعمل في مختلف البلدان العربية من بينها بلدان مثلاً الخليج العربي والسعودية وغير ذلك إذن سوف تضحي بهذه الموارد الضخمة الهائلة لا لا يمكن لأن هناك حسابات اقتصادية ليست فقط حسابات سياسية وإنما حسابات اقتصادية ثم هناك إشكالية أخرى بالنسبة لليمين المتطرف اليمين المتطرف عندما سوف ينجح في المستقبل مثلاً إذا هو نجاح كيف سوف يتعامل مع أجيال المسلمين الصاعدة الأجيال الصاعدة أنا أشرت في محاضرتي إلى أنه الآن ديمغرافية المسلمين أنها تحدد في 50% منها أنها يمثلها الذين ولدوا هنا في أوروبا مثلاً وهؤلاء جد متطورون لأن هؤلاء تربوا ودرسوا هنا في أوروبا يتخرجون من المدارس والمعاهد والجامعات الأوروبية نحن الآن نرى جيلاً بأكمله أنه جيل متعلم جيل متفوق جيل متطور أنا أسميه جيل ما بعد حداثي جيل يتقن تلاميذ الآن والطلبة يتقنون أربع لغات هي مثلاً تكلم الفرنسية والهولندية والإنجليزية والألمانية بدون أي مشكلة أنه ينتقل من لغة إلى لغة أخرى بدون مشكلة فيما يتعلق بالمهارات التواصلية المنهجية وغير ذلك هذا جيل متطور حتى الآن نرى وأنتم تتابعون ما يحدث هنا في الغرف الانتخابات تجد أن الكثير من المسلمين الذين وردوا هنا أنهم الآن يصبحون وزراء يصبحون مدراء للشركات هي شركات كبيرة وعملاقة إذن كيف سوف يتعامل اليمين المتطرف مع هذه الفئة؟ إن اليمين المتطرف ربما سوف يهمش ويضطهد الأجيال الأولى والأجيال الأولى الآن أنها تنضطر أنها تموت أنها شاخت لكن ماذا عن هذه الأجيال الصاعدة المتعلمة التي تتجدر في هذه البلدان؟ فهذه أوطانها أوطانها ليس بالجنسية فقط وإن بالولادة والوجود والانتماء إذن كيف سوف يتعامل؟ هل سوف يغرق هذا اليمين المتطرف البلاد في حروب أهلية جديدة؟ إذن هذا هو السؤال المتروح في الغرب السياسيون في الغرب ينبغي أن ننتبه إلى هذه القضية هنا الغرب المسألة هي مسألة المصالح السياسات الغربية أنها تتأسس على المصالح السياسي الغربي لا يهمه دينك ولا هويتك ولا ثقافتك يهمه ما تقدمه للمجتمع وما يستفيد منه يهمه المصالح المشتركة بينك وبينه أضرب هنا مثال مثلا الرئيس الأمريكي السابق رولاند شرامب رئيس كثير يقول أنه ضد الإسلام وأنه شعبوي وأنه كذا ولكن عندما تعلق الأمر بالمصالح مصالحه العسكرية والاستراتيجية والاقتصادية فإنه ذهب إلى السعودية وزار السعودية وتم الاحتفاء به وربطته العلاقات قوية بمملكة السعودية ومرائها فهو هنا لا ينظر إلى الجانب الديني لا ينظر إلى أن هؤلاء مسلمين وإنما ينظر إلى ما يقدمونه من دولارات ومن مصالح لأمريكا هذه هي المعادلة التي في الحقيقة يعتمدها أغلب السياسيين الغربيين اليمين المتطرف الآن هو ضد الإسلام غدا ربما سوف يتحالف معه مجموعة من المسلمين نحن الآن نشهد روسيا روسيا هذه التي دمرت الشيشان بل ودمرت الإسلام في الجمهوريات الإسلامية عبر عقود طويلة الآن تتحالف مع الشيشان ضد أوكرانيا وأنتم تعلمون أن أوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا أن توحد بينهم الأرثوذوكسية المسيحية أنهم كلهم أرثوذوكس مسيحيون ومع ذلك فهم تخلوا عن هذه الرابطة الدينية المسيحية الأرثوذوكسية لأجل مصالح عسكرية مصالح اقتصادية مصالح استراتيجية الغرب ينظر بهذه الطريقة ويقدر الأمور بهذه الطريقة الغرب يمكن له أن يتحالف مع الشيطان من أجل مصالحه لذلك نحن نتحدث في الغرب عن زحف الماديات عن ثقافة الاستهلات لأن الغرب لسيما في بعده الإيديولوجي السياسي أنه اختار هذا النمط لأن الليبرالية الغربية هي تتأسس على هذا النمط من الحياة هذه فلسفتهم في الحياة هكذا ينظرون أنت عندما مثلا تتحدث معهم المستوى الأخلاقي أو ما إلى ذلك يقول لك فلسفتنا هي هذه الإنسان ملك نفسه يمكن له أن يفعل ما يشاء في نفسه مثلا في حين أن في الإسلام أنت لست ملك نفسك أنت فقط كل شيء ملك الله سبحانه وتعالى أنت هذا الجسد تأخذه مثلا لمدة معينة في حياتك وبعد ذلك في في الآخرة أثناء الحساب أن الجوارحك سوف تحاسبك عيونك جوارحك لسانك فامك سوف تحاسب هذه النفس التي تحملها إذن ترون هذا هو الفرق الفرق بين ولكن للأسف شدنا الكثير من الناس لسيما خارج هذا الغرب أن هذه الأمور اكتشفتها بعد زمن طويل من إقامة في الغرب الكثير من الناس الآن خارج الغرب ينظرون من الخارج إلى الغرب فينظرون هذه النظرة أن هذا الغرب ولسيما الذين يركزون على ما يطلق عليه نظرية المؤامرة بعض الأحيان أنا أضحك لماذا؟ هذا الغرب هو يفكر في مصالحي هذا لا ينظر هناك نظرية المؤامرة نعم ولكن ليس بشكل الذي نراه نحن أنا أقولك أنا أعيش مع مختلف الشرائح هنا في الغرب مختلف يمكن أن تكون لك صدقة مع علماني مع مسيحي مع يهودي بدون أي مشكلة لأنه يجمعك هذا المجتمع التعددين هناك مصالح تجمعك هناك حقوق وواجبات تجمعك هذا هو المجتمع الغربي في حين نجد أن نذهب نحن إلى بلدان إسلامية وعربية نجد أن هذه البلدان أن الإسلام يجمعها ويوحد بينها بين مكوناتها ورغم ذلك فإنها تتقاتل فيما بينها للأسف الشديد أنهم تجاء أو أنهم تخلوا عن هذه الرابطة الدينية السامية من أجل لا سيما فيما يتعلق بهذه الحروب الطائفية والدينية للأسف لا سيما في أوروبا أنها حلت محل الصراعات الدينية المصالح التي تجمع بينها وهي لا سيما المصالح السياسية والاقتصادية هذا الذي حدث في الغر نحن عندما نعود إلى التاريخ كانت هناك حروب دينية جاء الإصلاح ظهرت البروتستانتية كرت فعل على الكنيسة الكاثوليكية ثم بعد ذلك بعد التجريب البروتستانتية وغير ذلك من التعابير الدينية المسيحية البروتستانتية الكاثوليكية الأرثوذكسية بالإضافة إلى طيارات مئات طيارات تحت كل تعبير أو تقليد مسيحية وصلوا إلى العلمانية لماذا أن وجدوا الدين لا يصلح لهم الدين هو فقط يبقى فيه مسألة شخصية تخصك أنت لكن هناك مسائل أن هي أكبر من ذلك لتخص المجتمع لتخص كل هذه الشرائح هناك مصالح سياسية اقتصادية طربوية تعليمية وغير ذلك حتى في التعليم مثلا نستطيع مثلا الآن في إطار مثلا هذه الصراعات الطائفية والدينية نستطيع أن نحقق تعليما ناجحا مثلا لذلك وأوجدوا كثير من المخارج والحلول مثلا الآن في التعليم البلجيكي هناك تعليم الذي هو التعليم العام هذا التعليم العام هذا مثلا ماذا فيه؟ أنهم كل دين كل ديانة عندها الحق أن تدرس ساعتين ساعتين مثلا للمسلمين تلاميذ المسلمين يتلقون ساعتين من الإسلام من التربية الإسلامية وهذا ما ينطبق على الأديان الأخرى والفلسفات الأخرى مثلا كالهندوسية والكاثوليكية والبروتستانتية واليهودية وغيرها هذا كمخرج لكن ذلك الإطار تعليمي العام العلماني هو يشكل الأرضية الصلدة للجميع أن الجميع يستفيد منه فالجانب الديني هو جانب يبقى جانب خاص بك أنك مثلا الذي يهمك في هذا المجتمع هو أن تنجحا في تعليمك بمعنى أنك تدرس المواد التي سوف تجعلك تنجح في مستقبلك المهني في مستقبلك العلمي في مستقبلك الأكاديمي أنت تحتاج إلى اللغات لتكون خبيرا في ميدانك اللغوي لتكون مطرجما أنت لا تحتاج إلى الدين لتكون مطرجما مثلا هكذا يفكرون أنت تحتاج إلى الرياضيات لتصبح مهندسا مثلا ولا تحتاج إلى الدين لتصبح مهندسا أنت تحتاج مثلا إلى البيولوجيا لتصبح طبيبا مثلا وهكذا إلى مثلا القانون دراسة القانون لتصبح محاميا أو قاضيا أنت لا تحتاج إلى الدين لتصبح مثلا قاضيا لسيما بالمفهوم العلماني لأن القاضي حتى نحن في البلدان الإسلامية لدينا مفهوم القاضي أنه تغير أصبح أصبح الآن هناك نوع من التوفيق بنا شيء من الدين والشيء كذلك من القوانين الغربية كما تعلمون على أين هذا فقط حاولت أن أقربكم إلى إلى جانب من هذا السياق الغربي المتحول الذي لا يظهر للذي يوجد يوجد خارج هذا السياق أنا شخصيا أنا قلت أنا الآن أستقر في الغرب منذ حوالي ربع قرن حوالي خمسة وعشرين سنة لم أكتشف هذا الغرب إلا بعد مدة طويلة ربما بعد عشر خمسة وعشر سنة بدأت أكتشف هذا الغرب حقيقة الغرب من هو هذا الغرب حتى أنا كنت في البداية أحمل أفكار نظريات المؤامرة أفكار الصدام بين الغرب والإسلام أفكار مثلا هذه المفاهيم التي كانت طاغية أثناء الحروب أو مرحلة الحرب الباردة لكن فيما بعد اكتشفت أن فيه غرب آخر غرب آخر الذي يمكن أن نؤسس معا إلى نوع من التعايش إلى الحوار إلى التسامح لذلك في الغرب مثلا بصفة عامة نحن إذا استثنين مثلا استثنين هذه الحركات الشعبوية واليمين المتطاقة في الغرب أنه فيه تركيز على مفاهيم إيجابية حلت محلة مفاهيم الحروب الباردة هناك مثلا حديث عن المواطنة عن التعايش عن الحوار عن التسامح فهذا واقع أنا أنطريقه أو أتحدث من هذا الواقع الذي أعيشه الشارع الذي أسكن فيه هو شارع ربما الوحيد لمغربي أو مسلم في هذا الشارع كل جميع هم فلمانكيين مثلا بلجيكيين أصليين أو بعض جاءوا من هولندا أو كذا لكن ليس لدي أي مشكلة لا أعيش أي مشكلة بالعكس أنا ربما احترام أحسن من الآخرين واحترام كبير حتى إذا مثلا احتجت أي شيء فهم يقدمونها لي مثلا بعض الأحيان مثلا إذا طلبت شيء أو كذا إذا كنت في الشارع مثلا أي جار لو جار بعيد مثلا بيننا أربع خمس منازل فنتحدث نتبادل الأكل نتبادل الهدايا بدون أي مشكلة ما فيش أي مشكلة ما الآن هذا الكر هذه الفوبيا هذه موجودة في أغلبها على مستوى الإعلامي والسياسي وفي بعض المناطق النائية التي لم لم تحتك بالمسلمين حتى الأرقام التي قدمتها مثلا حول البلجيكيين كيف ينظرون البلجيكيون إلى المسلمين أن 51% من البلجيكيين لم يلتقي في حياتهم مسلما هذه أرقام أنها تتعلق ربما بالقرى والبواد البعيدة بالمدن الصغيرة أما في المدن الكبرى فهذا ليس في أي إشكالية أنا عشت 15 سنة في مدينة أمستردم بالعكس أن الهولنديين هم الذين كتبت في مقالة حول الاندماج المعكوس أو الاندماج المقلوب هم الذين يريدون أن يندمجوا مع المسلمين العكس نحن في البداية كان هناك دعوة للمسلمين أن يندمجوا في هذه الثقافة الحاضنة هذه الثقافة الغرية لكن وقع على العكس تجد مثلا في مدينة كامستردم أو مدينة كبروكسل أو أومبيرس تجد مثلا أن فيه بلجيكي أو هولندي أنه يريد مثلا أن يندمج يريد معك أن يلبس اللباس المغربي أن يأكل الأكل المغربي هناك من يتعلم اللغة العربية ليس ليصبح مسلما وإنما فقط ليتحاور معك ويتعرف عليك أكثر ويسافر إلى المغرب أو يسافر إلى دولة أخرى فهذا واقع هذا واقع نعيشه في المدارس مثلا الآن ابناؤنا أنا عندما أتحدث دائما عن الأجيال المسلمة الصاعدة المستقبل بعد ربما 25-30 سنة حتى 50 سنة كيف سيكون هذا الواقع ابناؤنا الآن مثلا يدرسون في المدارس في الجامعات في المعاهد أنها في تعليم تعددي تجد في نفس المدرسة مثلا أطفال من الشيشاء من العراق من هنا من البلجيكيين من هولندا من المغرب هناك مزيج مزيج تعددي هائل هائل حتى في المسجد الذي لا يبعد عن منزل يعتقد كيلومتر ونصف نصلي هناك هناك أكثر من أربعين أو خمسين جنسية هناك مؤمنهم كذلك البلجيكيون الذين أسلموا ودخلوا في الإسلام هناك تعددية هائلة تعددية هائلة وكذلك جميلة في إطار هذه القوانين العلمانية هي التي مكنتنا من أن نعيش في هذه التعددية وإلا فإننا لكنا الآن في حروب وصدامات وصراعات وتناحرات تناحرات فلذلك فأقول أنا أنه انطلاقا من هذا الواقع أن رؤيتي تغيرت تطورت أصبحت رؤية أخرى أنظر برؤية أخرى تنبثق من هذا الواقع كثير من المفاهيم التي كنت أحملها هذه المفاهيم أنها تغيرت أو أنني صححتها أو أنني شذبتها وإن شاء الله فنحاول ما أمكن من منطلقنا أن نساهم في خدمة الإسلام والمسلمين وكذلك في خدمة هذا المجتمع الذي نعيش فيه ترجمة نانسي قنقر